بالنسبة لما ذكره السيد الفرطوسي يعني أنا أستغرب يعني دائما يعقولون أنه المحتل وأنه المحتل من أتى بكم يا سيدي لو لا المحتل لو لا المحتل يعني كنتوا تحلمون أنه تأخذوا المناصب وسرعتكم سلاح ومال سياسي وإلى آخره فإحنا ليش يعني واحدنا يضحك على الثاني ويدور على الثاني لو لا المحتل لكان الآن حد الآن النظام السابق باقي القوات الأمريكية شيخنا العزيز شيخنا سجل ملاحظاتك ومن حتى كانت ترد شيخ كاظم سجل ملاحظاتك من حتى كانت ترد عنيه هو الآن يعني شيخنا يا جرح يا جرح أنت تخاف من جرح الكلمات أنت تقصفونها بالليل أنت تقصفونها أنت تزون طائرات مفخخة أنت تخاف من جرح الكلمات هذا مو منطق هذا مو وده تتبنى وده تتبنى وده تتفخر شيخنا شيخنا العزيز إذا نحن في بداية البرنامج عدنا ساعة كاملة شيخ كاظم أرجوك عدنا ساعة كاملة دعونا نتذاكر بهدوء وبلغة أنتم بثنكم أسياد ومهذبي بلغة بلغة يا شيخ كاظم خلي الرجل يعطي فكرته أنا أتمنى قلبك يتسع بكل شرور خلي قلبك يتسع أشياء كاظم أستاذ عماد نعم أستاذ عماد أكمل أنا أقول أنا أقول يعني ما يحتاج نعم أنا أقول يعني أتمنى أنه محور المقاومة مثل ما يسمون نفسهم أن يكونون شجعان ويتصرفون بمسؤولية وأن يكونوا يتصرفوا كرجال حقيقين يعني إما يكونوا أعداء لنا يعني شوان يتصرفون بمسؤولية أستاذ كاظم أو يكونوا يعتبرون جزء من الشعب بس إذا أنا أقول لك أنا أحكي لك يعني إما يقبلون كجزء من الشعب العراقي وأحنا قلنا حقوق وواجبات وأحنا تربطنا المواطنة وأحنا جزء من الشعب يأما يعلنون عداءهم كالرجال أما مسألة أنه يقصفون أربيل بحجة ضرب المحتل هذه حجج واهية المحتل من أتى بكم أقولها من المئة مرة مليون مرة وإلى المقاومة السنية في الفلوجة والرمادي عندما كانت تقاوم الأمريكان وجيش المهدي كنت أنتوا تطلقون عليهم بأنهم بقايا بعثية وإرهابيين وكنتم تصافحون وتجاملون الأمريكان أنا إذا أردت أسألك أستاذ عماد أستاذ عماد بهدوء أنا إذا أردت أسألك بناء على ما تتحدث أنت الآن تقول للشيخ كاظم المحتل من جاء بكم طيب أنتم من جاء بكم ما أنتم أيضا أصدقاء للمحتل إذا كنت فعلا تعني كلمة المحتل مهم أصدقائكم قبل أن يكونوا أصدقائهم فهم أصدقائكم بال91 فإذا كان هذا عيبا فلماذا لم تقول نحن لماذا تخاطب بلغة أنتم شوف نعم نعم خلص سؤال أولا أحنا المحتل ما جاء بينا أحنا موجودين على أرضنا وحاربنا وقاتلنا وقارعنا الأنظمة الدكتاتورية التي كانت تقمعهم عشرات السنين وإنطينا شهداء وضحايا بالآلاف عشرات الآلاف ونحن لم أجينا على الدبابة الأمريكية نحن مجرد بعد سقوط النظام أجينا فتحنا صفحة جديدة ومدينا عيد العون لأخوتنا سنة وشيعة بالعراق وكان نقدر أن نطالب باستقلال أو بكونفدرالية وإلى آخره ولكن نحن ردنا عراق موحد واحد ونظام جديد نحن لم أجينا على الدبابة الأمريكية ولا معارضتنا كانت في فنادق لندن ولا في أمريكا هذا واحد اثنين عندما عندك تتعامل ويأو ناس مثل الجماعة يا أخي مو بس صادق أمريكا مو بس أمريكا صادق حتى الشيطان يا أخي أنت ما تعرف هذا عود دوك حتى صديقك هذا يغدرك يعني ما تفتهم عليهم ما المطلوب من كردستان أسأل ما يعرف حصار اقتصادي عرقلة الموازنة ضرب الأسلحة وإلى آخره مع معلم نحن جزء من العراق ومن الشعب العراقي مرة باسم المحتل مرة نتعامل مع أسرائيل يعني ما كو حجة يعني ما كو يومية طلعونا موضوع بس سمح لي استاذ بس سمح لي نعم أنه احنا أصدقاء الأمريكان نعم الأمريكان اجوا وخلصوا كل العراقيين من النظام الدكتاتوري السابق ومو احنا اللي صفقنا لهم وهلهلنا لهم جبنا لهم وكنا نسوي لهم عزائم وولائم ونهديهم سيف إمام علي قلت لك كررت لك ياها ومو احنا اللي كنا مع الأمريكان نقمع المقاومة السنية بالفلوجة وبالرمادي على بأنهم بقايا إرهاب هذه كلها الجماعة كانوا يسوها مو احنا احنا موقفنا واضح وصريح وما قبلنا بالأملاعات الأمريكية بريمر بريمر أول ما اجا قال يجب حل البيشمرقة ما نحل يوم الاستفتاء قالوا لا تسوين الاستفتاء سوين الاستفتاء ما معناه احنا ما يعني ما ما نقبل من الأمريكية بس الجماعة ما عندهم قرار وطني ولا قرار سياسي سيادي عراقي يعني انا بس تجي من قم طهران وانا اجر اذن انا هنا انا هنا ادير حوار انا هنا ادير حوار لست طرفا بالعملية يعني قد بس اذا تسمح لي بس اذا تسمح لي نعم 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 سالة فضل فضل انا اجر اذن واخد تحية للسياسة الايرانية اللي هي قاعدة قم طهران ويمشون بالبطن العربي و يحركون فصائل ويحركون بلدان بالكامل هذه السياسة يجب ان تحترم ما معناه انه ايران متمكنة انا احترف هذا الشي واحترم السياسة الايرانية ولكن احنا نريد المقاومة تكون اراقية هل انه قصف القواعد الامريكية والتحالف الدول اللي اجع على العراق بطلب من الحكومة الاراقية الرسمية حكومة السيد العبادي هذه تسمى مقاومة ام هذه تسمى فوضى مقاومة